موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالإخوة والأخوات الحضور والمشاركين في هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة التفاعلات التي تشهدها بلادنا الحبيبة في تطور حضاري وقفزات كبيرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في توجهات وفي انطلاقات نحو مملكة عشرين ثلاثين تلك الرؤية التي حلق فيها قائدنا في هذه البلاد وحلق معه كافة المؤسسات تتابعه وتحاول أن تتناغم وتلحق بتلك القفزات وتلك التغيرات الإيجابية واليوم نحن في ورشة ضمن سلسلة تقدم لإنضاج كثير من الأفكار ولتجويد كثير من القرارات وتطويرها لتتحول إلى واقع ميداني يسعدني أن أرحب بأصحاب السعادة الحضور في هذا اليوم ونبدأ في افتتاح هذه الورشة بالترحيب بسعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير دكتور نياف الجابري في افتتاح لهذه الورشة فضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحبكم جميعاً وبإذن الله سيكون اللقاء مثمر للتخطيط لتعليم اللغة الصينية في المملكة العربية السعودية سواء في التعليم العام أو التعليم العالي تنظيم الورشة أظن اليوم للدكتور سعيد بحكم أن المعرض يخص التعليم العالي والمتاور هذا يخص التعليم العالي ربما يكون بالتركيز على التعليم العالي وكيف تكون هناك برامج في تعليم اللغة المختلفة لهذه البرامج سيكون اللقاء مثمر ويساعد في التوصل إلى خطط واضحة فنياً كيف تنفذ وفي الوقت نفسه يعني منجبل وتنفيذها ممكن سواء على المدى القصيرة أو على المدى المتوسط بالتوفيق إن شاء الله لدكتور سعيد ولزملائه وشكراً ثانية على حضوركم على هذا الزخم الجامعات والزميرات كذلك بالتوفيق إن شاء الله شكراً دكتور الله أعطيك العافية دكتور ماجلس سالم مدير عام التخطيط سيعطي نبذة عن نطاق هذه الورشة التي تتوجه بالدرجة الأولى إلى التعليم العالي واليات تطبيق اللغة الصينية في التعليم العالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساكم بالخير طبعاً أرحب بزملائي دكتور سعيد العاتق الدكتور فهد الصقري والدكتور أحمد القرني هم اللي بدورون الورشة إن شاء الله طبعاً الورشة مثل ما ذكر سعادة زميلي الدكتور سعيد تخص التعليم العالي لذلك عندنا وقت مهم جداً أن نستثمر عندنا خمسين دقيقة بدأت العد مسبقاً لذلك نطاق هذه الورشة بنركز على كيفية تضمين وإدراج اللغة الصينية في التعليم العالي في الجامعات ضمن ثلاثة محاور رئيسة فممكن نبدأ بالمحور الثالث مباشرة طبعاً عندنا في نطاق هذه الورشة ثلاثة محاور رئيسة رح نتطرق لها بشكل سريع ونرغب أنها تكون ضمن حلقات نقاش لتثري هذا يعني التوصيات التي تظهر من هذه الورشة تثري إن شاء الله إدراج اللغة الصينية في جامعاتنا طبعاً المحور الأول الذي سنركز عليه فرص نجاح إدراج مادة اللغة الصينية كمقرر في الجامعة السعودية نعم كأي تأكيد تأكيد تمر بتحديات طرق تنفيذها وإدراجها أكيد في بعض التحديات تدور في مخيلاتكم أو يعني شفتوها على أرض الميدان ممكن أن نلخص أبرز هذه التحديات مهم جداً سكوب في المرحلة الأولى وضع هذه التحديات تحت المجهر لمعرفة كيف نستطيع وضع الحلول وإدارة المخالف المحور الثاني راح نتكلم عن التحديات الاجتماعية الثقافية الأكاديمية التي قد تواجه الطالب الجامعي نحن نركز الآن على الطالب في تعلم لغة جديدة كيف هذه التحديات؟ نحن نتكلم الآن يمكن نزلنا من المرحلة الكلية للمرحلة عن ركز على الطالب في المرحلة الجامعية وصولاً للمحور الثالث ما هي فرص البرامة والدبلومات القصيرة في تعلم اللغة الصينية لذا أعطيتكم نبدة سريعة جداً والهدف الأساسي هو الحوار والنقاش للتوصيات الصادرة إن شاء الله من هذه الورشة شكراً دكتور يشرفنا اليوم أن معنا سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم القرني عميد كلية اللغات في جامعة الملك سعود وهي الجامعة الوحيدة التي تقدم برنامج اللغة الصينية في منطقة الخليج البرنامج بدأ من قرابة عشر سنوات وعدد من الدفعات التي تخرجوا من هذا البرنامج أيضاً لإنضاج الفكرة وإثراء النقاش يحضر معنا اليوم بعض الزملاء الذين عاشوا في الصين أكثر من 12 سنة ضمن برامج أكاديمية أو دبلوماسية أيضاً معنا عدد من خريجي الجامعات الصينية من حصل على شهادات في الجامعات الصينية نستثمر الوقت نبدأ ونذكر النطاق نقاشنا اليوم أولاً على مستوى التعليم العالي وليس على مستوى التعليم العام اثنين لن نتطرق ولن نعود إلى الوراء لنناقش جدوى تطبيق اللغة الصينية من عدمها نحن ننطلق إلى الأمام نقاشنا ما هي الفرص والآليات بعد أن صدر القرار فليس ضمن الحوار والنقاش يصدر قرار بتعليم اللغة الصينية أو لا نبدأ لو تكرمتم كل مجموعة تعرف على بعضها خلال عشر ثواني وتحدد رئيس المجموعة خلال ثانيتين ونستعرض الأهداف ونبدأ في المحور الأول والسؤال لكن ألف سريع خلال عشر ثواني الزميلين اللي اعتذرنا منهم ونقلناهم من هذا المكان اكتمل الفريق للأسف طيب نبدأ بسم الله فضلوا الأخوة والخوات الدكتور أحمد القرني والدكتور فهد الصقري رح يكونوا يساعدوا معنا في الزملاء الخبراء في اللغة الصينية نبغى عبارة إذا قلناها معناته انتهى النقاش ونسمع بعضنا ها؟ أنجي شباب أعطوني كلمات لا تورطوني لا لا ما أقول استمعوا بشكل لطيف لو أقوله إيش هي؟ أنجينك بليز أنجينك طيب لو سمحتم لو سمعنا أنجينك نوقف أي نقاشات جانبية أنجينك لو سمحت طيب الآن نبدأ بتعريف الله حقيق المعذرة نبدأ تعريف سريع انطلاق هذا البرنامج بعد قرار سموه ولي العهد بتطبيق اللغة الصينية دكتور فهد الزمل مباشرة انتوزعوا وكانت هناك أهداف عامة للبرنامج انطلقت من تعزيز أواصر التعاون بين مملكة الصين وتحقيق شراكة واقتناص الفرص واعدة وتنوع التنوع الثقافي وفتح أفاق دراسية وبلوغ مستهدفات مستقبلية لرؤية المملكة 20-30 بناء عليها قامت الوزارة باستخراج عشرة أهداف تشغيلية تتحول هذه الأهداف إلى واقع خلال عشر سنوات نتكلم عن إدراج اللغة الصينية بمرحلة متدرجة ابتداء من الفصل القادم في مرحلة تعليم العام وبناء مناهج لتدريس اللغة واستحداث برامج أكاديمية وتأهين معلمين وابتعاث طلاب وتهيئة معلمين ببرامج قصيرة ومتوسطة داخلياً وفي الصين وإنشاء مراكز متخصصة اليوم نستمع التجربة وإجراء دراسة مقارنة وتحديد احتياج وتثقيف مجتمعي أمر عليها سريعاً لأنها ممكن أن تعلن لاحقاً بشكل تفصيلي وكل هدف من هذه الأهداف سكن في قطاع من قطاعات الوزارة ويعمل عليه عدد من الزملاء تم تحديد أصحاب العلاقة ليعملوا على هذه الأهداف تحقيقاً لهذه الأهداف وفي سياق جمع البيانات كان هذا اللقاء نبدأ بالمحور الأول لو سمحتم والأوراق بين أيديكم ما هي الفرص المتاحة في تطبيق اللغة الصينية كمادة ضمن مواد أو في مرحلة التعليم العالي نأمل أن يكون كير عملي أكثر نتوجه إلى الآليات هل تكون مادة اختيارية هل تكون مادة عامة كيف يكون التعامل معها هل تسكن في قسم معين هل تسكن في كلية معينة نوع المؤهل الذي سينتج عنها كل هذه التفاصيل نريد أن نسمع من كل مجموعة رأيها أي عشان الوقت؟ نبدأ بسم الله الزملاء اللي انضموا لنا حديثاً إذا قلنا أنجنغ معناته نتوقف فالآن أنجنغ لا بهدوء عشان الكل يسمع أنجنغ عم الشيخ طيب هل ما قلت أنت؟ طيب نبدأ لو سمحتم كل مجموعة الدكتور أحمد القرني بعد المجموعة ما تذكر نقطة واحدة فقط تسلم الورقة للدكتور ويكتب عليه لو سمحتم اسم المجموعة أو اسم شخص عشان أجي نرجع لكم في بعض التفاصيل نبدأ من الأخوات المجموعة اللي في الخلف السلام عليكم عليكم السلام مكم عضو التدريس من جامعة حفراء الباطن المادة لما الآن تطرح كيف تطرح؟ تطرح كمادة حرة أم لا أساسية أو الأختيارية يفضل أن تطرح كمادة اختيارية يكون أول شيء ابتدائي المادة تكون واحد واثنين يكون المقرر أول شيء ابتدائي وبدأنا المقرر الثاني ثانوي لأنه صعبة أنه تطرح للطلاب وما عندهم أي فكرة يعني عن اللغة وكل شيء شكرا لا أفو مادة أساسيات اختيارية عامة في الجامعة المجموعة الثانية يكيني يا شباب فضل عندنا ثلاثة خريجين من جامعة لو سمحتوا أخواتي ملك سعود خصص لغة صينية حياكم الله يد فيرون أن إضافة مقرر واحد لغة صينية أنها ما راح يكون ذو جدوى من الأولى أنه يكون برنامج تخصص لغة صينية في الجامعات حذوا بجامعات الملك سعود إذا كان مقرر اختياري ممكن يكون فقط لطلاب اللغات اللي يدرسون تحت كليات اللغات لغة إسبانية أو فرنسية أو ياباني مثل ما عندهم تخصص لغة إنجليزية يكون عندهم الكتف صيني صيني يسير أي نعم مادة اختيارية شكرا لك الورقة بجميع المقترحات مقترح واحد بس من هنا من عند الأخوات فاطمة قباني من جامعة طيبة لدينا طريقة تدريس المقرر نقترح أن يكون ليس نظري أو يكون عن طريق العروض التفاعلية من فدوهات قصص مواقف تعليمية ما يكون بشكل نظري في المرحلة الجامعية نعم هذه أهم فكرة موجودة عندكم أمتاز طيب السادة سارة أعطي اللي بعدهم لو سمحت اللي وراهم بقيت الأفكار تسلميها الدكتور أحمد دكتور إيمان الروايثي جامعة الإمام أهلا وسهلا بالنسبة لأننا عندنا كانت الأساس أن تسمى الكليات في بعض الجامعات كليات اللغات والترجمة يكون هناك فرصة متاحة أن يكون هناك قسم للغة الإنجليزية يكون المخرجات اللغة الصينية قسم للغة الصينية تكون مخرجاته إعداد معلمين لتدريس اللغة الصينية إعداد معلمين إعداد تربوي إعداد ممكن يكون تربوي في البكالوريوس ممكن يكون قسم إذا كان عندنا كليات اللغات والترجمة ممكن يضاف لها قسم قسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة الصينية إذا كان هناك توجه فكرة واضحة أيضا في معحد تعليم اللغة الصينية تسمحي لي لأنه اتفقنا يا دكتورة مقترح واحد البقية السادة سارة لو سمحت دكتور أحمد المجموع هنا بسم الله الرحمن الرحيم يبدو أن هناك توافق في العراء ولكن هناك اقتراح بطرح اللغة الصينية كتخصص فرعي ماينر ضمن التخصصات الأخرى حتى لوحد يدرس إدارة تسويق يكون هذا من ضمن الماينر المتاحة في الجامعات كتخصص فرعي تخصص فرعي ضمن ضمن تخصص أي دراسة أخرى شخص يدرس تسويق يدرس شريعة يدرس أي تخصص تقصد كان مادة عامة لا لا ماينر ضمن المسار الأكاديمي شكراً دكتور مجموعة دكتور عبدالله القهطاني في الصين طبعاً أنا عايش في الصين 12 عام في أكبر الجامعات الموجودة في الصين وهو جامعة بكين للغات والثقافة هذه جامعة متخصصات لدرس جميع اللغات الحية الموجودة في العالم ومن ضمنها اللغة العربية طبعاً أذكر أنه حتى جامعة ملك سعود في سنة من سنوات أنا كنت ماسك من الحقية ثقافي وقتها جانا دفع من جامعة ملك سعود أعتقد 45 طالب ودرسوا في نفس الجامعة بدأت فصل دراسي أعتقد ممتاز من نقاشكم في الجموعة إش أهم فكرة ذكرتوها في تطبيق اللغة الصينية في التعليم الجامعي طبعاً أعتقد أقلب الجامعات فيها تخصص لغة إنجليزية وأقرب تخصص ممكن أنه يكون يعني عام المساعد في تدريس اللغة الصينية اللغة الإنجليزية طبعاً لأنه في اللغة الصينية طبعاً يسمونها البيديوم لانجوج اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية بيكون أكثر تفاعل وأكثر إيجابية شكراً يا دكتور شكراً أرادكم لو سمحت تسلم الدكتور أحمد السادة سارة المجموعة اللي عندك هناك كل المجموعة انتهت بقينا هنا بس فقط أعطينا هنا أولاً دكتور متعب الجمهور ونعم الدكتور الله يعطيك العابي بالنسبة لمجمواتنا نحن ركزنا حقيقة على الافتراض أن المادة الآن مادة اختيارية في السنة التحضيرية أو للراغبين طبعاً حسب الميول وعلى أن المادة هذه من ضمن الخيارات والراغبين عند تنفيذها الفرص نجاح المادة هي عملية استخداء يعني إعطاء الطلاب الفرصة في أنهم يندرجون في المشاريع التي هي متوقع أن تكون اللغة الصينية فيها أو الاشتركات الصينية موجودة مثل شركة مشروع نيوم والأخ ذكر توبوك تقريباً ووجود الوظائف على سبيل المثال في جدة موجود يعني الشركات الصينية بشكل كبير فتجد تعطي الطلاب الفرصة في أن يتعلم اللغة من خلال المارس الفعلية للبيزنس على سبيل المثال شكراً لدكتور شكراً لدكتور أستاذة دهم الصيعري جامعة نجران اقتراحنا هنا استخدمها في الإرشادات والإعلانات داخل الحرم الجامعي مرفقة برموز لأنها تعتمد على الرموز البصرية حتى تألف عليها يرافق المادة وما ذكر بعض الإرشادات والإعلانات داخل الحرم الجامع شكراً جزيلاً للجميع أظن كذا سمعنا من كل المجموعات فكرة واحدة هذه المنهجية ستكون في المحور الثاني خليك معي سلطان تشيل المايك معك الجميع المجموعة الأخيرة لهم انضموا لنا حديثاً لا أعرف جاهزين ولا في شيء دكتور فهد في شيء اتفضل إذا ما في شيء أجيلهم للمحور الثاني نبدأ فيهم أول ناس طيب السلام عليكم مجموعة من طلاب اللغة الصينية وكذلك أحد المهتمين بهذه اللغة للأمانة فرص النجاح هي تكون على حسب المادة إذا كانت أساسية أو اختيارية ويفضل إذا كانت اختيارية أن يقتصر على اجتياز وليس من الضرورة النجاح على الأقل كبداية لترغيب بهذه اللغة وكسر حاجز الرهبة أعرف نفسك إذا سمحت محمد بن فهد العبد القادر مترجم لغة الصينية معي شباب من خارجي نفس اللغة ومعي شباب المهتمين باللغة هذه ممتاز ذكرت قبل قليل على حسب المادة إذا كانت مادة أساسية أو اختيارية ويفضل إذا كانت اختيارية يقتصر على اجتياز وليس من الضرورة النجاح على الأقل للبداية في مرحة البداية شكرا واضح الفكرة ترغيب لهذه اللغة وكسر حاجز الرهبة وإذا كانت لابد من النجاح على الأقل أن يكون هناك كوادر كفاء قبل البدء في تطبيق هذا المقرر شكرا جزيلا أثناء الورش السابقة وكثير من التفاعل الذي صار على تويتر وعلى الواتساب والمجموعات صدر بعض الملاحظات التي تجعل التهيئة للتوقعات القادمة مهمة جدا وهو محور ما هي وهو المحور الرابع ما هي التحديات الاجتماعية والثقافية والأكديمية التي قد تواجه الطالب الجامعي في تعلم أساسيات اللغة هذا المحور لو سمحتم من خلال النقاش وأظن كثير من الطاولات فيها زملاء خريجي جامعات صينية فضلوا دقيقة واحدة لو سمحتم آنجينغ ها تفقنا عليها آنجينغ الآن ها أوكي خلاص جاهزة الآن طيب نسمع لو سمحتم دكتور عبد الله الزمل البقية الأخوات نبدأ باختيار أهم تحدي رآها الفريق ضمن التحديات المذكورة وين الفريق الجاهز ولا واحد آه ما شاء الله لا 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 طيب عشان نحمسكم عندنا فاصل قبل أن نبدأ في سماع التحديات لأنها هي تحديات سنتجاوزها إن شاء الله بالعمل الجد مع بعضنا دكتور ماجد طبعا في واحدة من الحضور هنا تشينيز فممكن تعطينا صراحة يعني خلن نقول الاسكوب اللي على هذه الورشة فإذا دقيقتين دقيقتين لسنين تومينتين سنجدون أرجوك سنجدون سنجدون ساودية ساودية وهي في حالة أراحة سنجدون لستمتلكم الالتحديات كما حتى عبر محل عامي خصوصيتي المنزل كان هنا مع المعزلين الكثيرين وحبا أتحقق أن تكلم عربية ولكن أتمنى أن تكون مقابلين في هذا المهم في الموضوع المعزلات رأيه فقط أنت بحقق الكرانة لديها ممتعلم للغاية لأن هذا المعزل So I actually came to this workshop to know more about it and see if there's anything or any perspective I can offer to all of you here. So if you have any questions or you want to talk to me. Actually, we're talking about the challenge of learning Chinese. So how hard is it in this way to learn the Chinese, especially when we start at the university level? Yeah, I feel like the Chinese language system is very different, both from English and Arabic, right? Because we use characters and it's more like a pictorial. That's when we first learned. So we started learning with words and sounds and we started very early to memorize those patterns and the characters, the basic ones. So I think that would be quite a challenge for Arabic learners that to associate the meaning of the words and sounds to a character. And also, we have the four tones also. That might be another challenge. Unlike English or Arabic, if you say it the tones in different ways, it can mean very different things. Thank you. 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 We can talk about dialogue. Thank you. دخول الثقافة الصينية تشكل طبعاً تحدي على المجتمع لأننا عارفين الكالشر تكون مرتبطة باللغة والعادات والتقاليد وبعض المعتقدات وغيرها فوجود عدم معرفة بالكالشر حق الثقافي للغة الصينية ممكن أنه سيشكل تحدي في تعلم اللغة شكراً دكتورة المجموعة اللي بعدها وين الشباب؟ فضلوا هنا دكتور أحمد قلة المزايا المتحدثين بها أو متقنيها في سوق العمل السعودي الفرص في سوق العمل؟ مزايا العمل مزايا يعني أنت متحدث لغة صينية أنا أعطيك مزايا معينة إذن هذا ممكن يكون ضمن المشروع الكامل في السياسات اللي عدل نعم شكراً أستاذ سارة وين هنا؟ فضلوا أيها السلام عليكم ساعدونا بالوقت لو سمحتم تفضلي معك الدكتورة نورا الصانع من جامعة الطايف هناك دكتورة في نقطة جداً مهمة وهي تعتبر من التحديات الأكاديمية وهي اللغة الوسيطة طبعاً لما تحدث الأستاذ قبل قليل مع الأستاذ الصينية تحدث معها باللغة الإنجليزية فحتكون عقبة جداً كبيرة لدينا في المدارس وفي الجامعات لأن الطلاب يتحدثون اللغة العربية فلازم تكون هناك لغة وسيطة بين الطالب والأستاذ نفسه للتعلم إذن التحدي هو ضعف اللغة الإنجليزية أساساً أيها شكراً دكتورة مجموعة فضل لدكتور متعب مجموعتنا بالنسبة لحنا يعني من أهم التحديات حقيقة تحدي واحد تحدي الكاديمي أحن ركز عليه واللغة الصينية الكتاب أعتقد فيها تحدي كذلك القواعد الجرامر يعني صعبة جداً فلذلك الخيار والحل الأمثل هو استخدام الفيديوهات والتعليم الإلكتروني سيكون حل أمثل لتقديم للطلاب وتحفيزهم وترغيبهم في اللغة من خلال استخدام النماذج والقصص والبرامج اللي هي ممكن تكون محفزة بشكل رائع رائع دكتور متعد مجموعة اللي بعدها أستاذة ساروين خلاص الزملاء اه تفضلي أستاذة احنا من تحديات الاجتماعية قلنا انعدام الواعي داخل الأسراء الصوت لو سمحتي انعدام الواعي داخل الأسراء والمجتمع بخصوص بتعلم اللغة الصينية رائع مدخلات شكراً شكراً المجموعة الأخيرة عندي الزملاء وين تفضلوا دكتور عبدالله تفضل طبعاً من التحديات هو الشيء الرئيسي اللي هو عدم وجود بيئة للممارسة اللغة أصلاً أحد الأخوان ذكر الآن أنه يقولك طريقة التعليم الإلكتروني تعليم الإلكتروني ما راح يجح ليش لأنه ما في أحد قدامك يقيمك هل أنت تنطق بالطريقة صحيحة أو لا أوكي فهذه برضو تحدي كبير جداً إذا ما كان عندك يعني شخص متقل للغة الصينية بحيث أنه أتكلم كتعليم بحيث أنه يقيم تعلمك أو ستكون الموضوع أصعب شكراً دكتور شكراً للجميع الزملاء في إدارة القاعة بلغونا بانتهاء الوقت لكن مضطرين نسمع المحور الأخير ولو في دقيقتين من الزملاء والزميلات عن البرامج الأكاديمية وبرامج الدبلومات القصيرة في تعليم اللغة الإنجليزية ومدى جدوها هل هي مجدية؟ هل سيكون عليها أقبال؟ هناك كلمتين لو سمحتم فضل عن طريقة تجمعات السؤال أمامكم على الشارع شكراً لتفاعلكم جميعاً الدكتور أحمد القرني الدكتور فهد الصقري أستاذ سارة العون لو سمحتم تجمعوا الأوراق من الزملاء والزميلات الآن خلال خمس دقائق سنستمع إلى تجربة جامعة الملك عبد العزيز في تأسيس مركز التبادل الثقافي الصيني يشرفنا في هذه اللقاء يا دكتور مؤسس الطلال أبو غزالة عشان توقف عشان تسمعني شوف كلمة السر ووقفت على طول نستمع الآن للدكتور مهند الدكتور مهند عابد وهو مدير المركز التبادل الثقافي في جامعة الملك عبد العزيز طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله سعيد أن أكون بينكم لأتحدث عن مركز تبادل علوم وثخاف الصينية في جامعة الملك عبد العزيز عندي خمس دقائق فقط وحيكت أن عندي كم من المعلومات اللي أبغى أعطيكم هي لكن سنشوف كيف حيمشي معانا الوقت إن شاء الله المركز حيكت أن نحن تربدينا من بدري أن ننشئ هذا المركز وأن نبغى نعلم اللغة الصينية قصتنا بدأت من زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين وجرى خلالها توقيع اتفاقية بين وزير التعليم السعودي ووزير التعليم الصيني بهدف الربط والتكامل بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الصين والحزام والطريق وكان ضمن هذه الاتفاقية أن يكون فيه تبادل تعليمي وتعزيز الفرص البحثية بين الجامعات السعودية والجامعات الصينية في الجامعة قررنا قلنا نريد أن نقول علاقة مع الجامعات الصينية نريد أن نستخطيب الطلب المميزين في الصين للدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز وأهداف هذا الأمر واضحة زرنا عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية قابلنا عدد من مدراء الجامعات حقيقة كان أكثرهم يقول أول مرة أسمع عن السعودية لا أعرف عن السعودية وكانوا متفاجئين لما كنا نعرضهم بجامعة الملك عبدالعزيز والرانكينج الترتيب العالمي اللي وصلت له جامعة الملك عبدالعزيز خرجنا من هذه الزيارة أنه خلاص اتفقنا معهم أنه نريد الطلب الأوائل عندكم أن ياتوا لدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز نريد أن نقيم الشراكات والتعاون مع الجامعات وتعزيز فرص التبادل أيضا طبعا كانت في ملاحظة أن وجدنا وزارة التعليم الصينية لسه ما اعترفت بأي جامعة من الجامعات السعودية فحقيقة نحن قدمنا أن نكون كجامعة معترف بها في وزارة التعليم الصينية بعد ذلك حقيقة جرى التنسيق بين الجامعات وكان في اختراح أنه إيش رايكم تعلموا اللغة الصينية في جامعة الملك عبدالعزيز الفكرة كانت جديدة بالنسبة لنا وحقيقة مدير الجامعة وكلاء الجامعة رحبوا بالفكرة وجرينا اتفاقية مبدئية أنه ننشئ مركز في الجامعة لتعليم اللغة الصينية الهدف الآخر كان عندنا حقيقة أنه نحن نريد جودة لا نريد فقط أن نفتح وأي من يعلم اللغة الصينية يأتي إلينا لا قلنا ما هي الجهة الأفضل في الصين للتعليم قالوا مجلس اللغات الصينية هامبان فكانت القرار أنه سننسق معهم سنجتمع معهم نتحدث عن ذلك طبعا هامبان عندهم هم اختبار الكفاءة في اللغة الصينية وهو الـ HSK وأيضا هم جهة وسيطة هم يعطوا شهادة للمعلم أنه هذا فعلا مناسب أن يعلم اللغة الصينية فهذا كان الهدف الرئيسي نحن رحنا حقيقة عندنا ثلاثة نقاط مهمة نريد التعليم المعلمين الأدوات تكون عن طريق هامبان نريد جودة نريد أيضا أن هامبان حقيقة وجدنا أنهم عندهم حركة أن الطالب اللي يحصلوا على HSK-4 هم يوفروا له منحة من الحكومة الصينية للدراسة بالصين فقلنا إذا نريد أن طلابنا بعد ما يتخرجوا وإذا حصلوا على HSK-4 تأتيهم فرصة فهذه النقاط الأساسية اجتمعنا معهم طيب سأحاول نستعجل في الاجتماع حيث تحدثنا عن كل ما كان في خواطرنا من النقاط وعجبوا بأفكارنا وسلمونا الموافقة والاعتماد والرخصة لإنشاء هذا المركز لاختبارات الدولية أو اللغة الصينية واتفقنا معهم في طريقة كيف سنستقبل المعلمين رشحوا لنا جامعات صينية متميزة اجتمعنا مع تلك الجامعات وتحدثنا عن أمور مختلفة كثيرة لما اخترف سبحان الله أن الجامعة نبدأ جاءت الزيارة الميمونة لولية العهد لبدأ إدراج اللغة الصينية في الجامعات والمدارس وعلى هذا الأساس حقيقة أن نحن سارعنا في أن ندشن الرابط الاستطلاعي بنسأل الناس مينة تبغوا تدرسون نريد أن نعرف عدد الناس الراغبة في الدراسة حقيقة ما أعلننا كثير فقط يمكن إعلان المدير الجامعة أنه فقط دشنا الرابط في خلال أسبوع واحد وصلنا أكثر من ستة آلاف متقدم ومتقدمة من رجال أو سيدات ورجال وأطفال أيضا رغم حقيقة أننا قلنا المقاعد محدودة لذلك حقيقة أننا من أول يوم وجدنا ألفين متقدم توقفنا في الإعلان وقلنا سنكتفي بما صدر في الجرائد النقطة الأخيرة طبعا حقيقة هنبان أشار في موقعه بعد هذه الزيارة الولية العهد والموضوع الإدراج للغة الصينية أشار إلى أن جامعة الملكة عبد العزيز هي جامعة وقعت معنا وهي أول مركز اختبار معتمد للغة الصينية في المملكة أنشاءنا دليل متميز لا أعرف إذا فيه لحظات بس أعرض الدليل بسرعة ممكن نشارك بينا طيب ممتاز بعد ذلك حقيقة نحتف الجامعة بدأنا في إنشاء الصفحة أول صفحة كانت في هذه المجلة ISI أنه ترجمناها باللغة الصينية لم يكن الوقت ضيق وما يسعني حيث أنا كنت حابة أعرض حتى الخبر حق الـ HSK هذا رقم جوالي هذا الإيميل حتى اللي يحب أن يحصل على الدليل ممكن لو رسلي بس رسالة واتساب وأنا سعيد أرسل إن شاء الله الدليل له أو حتى عن طريق الإيميل شكرا ليصغاكم شكرا دكتور مهند ونعتذر لكن ضاق علينا الوقت بك عندنا نقطتين موضوع التسجيل والشهادات أستاذ سلمان تفضل بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمان الخثران مشرف على موقع وكالة تخطيط التطوير رجاءا اللي ما سجل يرجع يسجل مرة ثانية رابط التسجيل الموجود في التغريدة على وكالة تخطيط التطوير في تويتر أو تدخل تكتب في جوجل وكالة تخطيط التطوير في إعلان موجود مكتوب ورشة إدراج اللغة الصينية ادخوا عليه وسجلوا علشان نقدر نزودكم إن شاء الله بشاعة الحضور اللي ما سجل اسمه هنا في الورق اللي فيه توقيع اللي هو فيه تسجيل ما رح تجي شاء الله حضور شكرا أستاذ سلمان أستاذ الدكتور إبراهيم القرني تعليق أخير على تجربتهم في تعليم اللغة الصينية السلام عليكم ورحمة الله سعد الله ومساءكم وكل خير الجامعة الملك السعود حقيقة استشعرت أهمية اللغة الصينية من أكثر من 12 سنة تقريبا وبدأ التفكير في فتح برنامج اللغة الصينية من عام 28 طبعا تعرفوا البرامج واستحداثا يأخذ وقت فبدأ حقيقة في العام 31-32-32 قبول أول دفعة بدأ خريج أول دفعة في عام 36-37 خرجنا تقريبا أربع دفعات إلى الآن حوالي 35 طالب طبعا الإقبال لم يكن كبيرا بحكم سوق العمل وبحكم إنها لغة جديدة الآن الوضع اختلف تماما حقيقة كنا نرى الطلاب يحولون من قسم اللغة الصينية إلى الأقسام أخرى الآن سرى العكس تجينا طلبات سبيع الماضية طلاب من أقسام من داخل الكلية العشر الأقسام داخل الكلية أو من أقسام أخرى في الجامعة يرغبون في التحويل إلى برنامج اللغة الصينية الآن البرنامج سيكون قسم مستقل سيستوعب عدد أكبر من الطلاب إن شاء الله ويفتح مسارات للطالبات ابتداء من العام القادم هناك طلب عالي جدا يأتي للكلية بطلب دورات قصيرة بطلب أيضا دبلومات الكلية تعمل مع عدد من الشركاء إن شاء الله لتجهيز عدد من الدبلومات لمدة عام لمدة عامين دورات قصيرة لمدة ستة أسابيع ممكن تكون خلال الصيف إن شاء الله الكلية حقيقة قدمت كأول جامعة دورة تدريبية لمدة أسبوعين انتهت تقريبا من ثلاث أربع أسابيع كانت عن أساسيات تعلم اللغة الصينية الوضع تغير تماما أعرف أن الزملاء كان يتساءلوا عن الإقبال على البرامج في الماضي كان الإقبال ضعيف بحكم سوق العمل بحكم متطلبات لغة جديدة الآن الوضع مختلف تماما كما ذكرت في طلبات وتحويلات من أقسام من خارج الكلية يرغبون في الانضمام لبرنامج اللغة الصينية الفرص واعدة إن شاء الله يصير في توسع كما الأخوان ذكروا في برامج لغة صينية في جامعات أخرى أتمنى لجميع التوفيق أتمنى أن يوفقت في تقديم لمحة سريعة طبعا القسم استقطب أربعة من المخرجين ثلاثة مبتعثين الآن في الصين يدرسون وأيضا لدينا معيد آخر ولدينا أيضا عضاه التدريس برثبت أستاذ مشارك وأستاذ مساعد لدينا لا أنسى اتفاقية مع الجانب الصيني بتوفير أربع عضاه التدريس وصل واحد منهم من شهرين تقريبا كان الوضع تدريجي بإرسال عضايا التدريس الآن إن شاء الله سيضخ الأربعة في وقت واحد بناء على المعطيات الجديدة شكرا لكم شكرا لكم جميعا ونعرف ضيق الوقت نحن موجودين إذا فيه أي استفسار أي تساؤل أو أي مقترحات نحن موجودين لا يسعني في نهاية هذا الورش لا شكركم جميعا شكر خاص لسعادة وكيل التخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري على دعمه لهذه الورشة وعلى هذا المشروع شكرا لكم جميعا إذا فيه أي استفسار حن موجود شكرا لكم موسيقى اشتركوا في القناة شكرا لكم